الله هذا مرر شكل حلو حبيته خلينا نشوف اللون الأسود كيف عليها الله مره يجني شفتوا على أم خيزرانة مره عجبني قلت لازم انا كمان اجرب الحجاب خلا صبال بس حجاب زي أم خيزرانة واو البيض هذا مره حلو الوردي حلو بس لكن احس مو لايق لي ولا كيف خلينا نعدي زيزو تشوف اذا كان لايق لي ولا لا تقول لي خلينا جرب اللي باعته واو هذا خلاص بعتمد شكلي مره عجبني حسنه مره جاي مع لون بشرتي والله مره حلوين يا الله هذا كيوت هذا خلاص بعطيه لزيزو هدية خلاص هالي ايه تحب اللون الوردي خلاص بعطيها هذا الوردي اشوف كمان الثاني ايه واحدة هذا يعني مره حلو خلاص مره ما عندك زوك مخيزرانة هدي جاد زوجها احلى من كده بس يلا KHISLD aldsquالين وانيه يه th da m ro حلو مليش مع علiewش خلاص مخيزرانة عندك زوج مرا 매 حلو هادا خلاص عجبني هذا مره خلينا ايه نعدي زيزو يزيزو يزيزو تعالي شوفي خليني اول شي اجيب العبايات عشان اووريها مرة واحدة كل شي العباية والحجاب مرة واعجبني تعالي يزيزو شوفي قولي ليش راي ها يا ماما وينك انتي ها هال احلى والله مرة حلو هذا حجاب مرة حلو يا ماما من وين جبتي عجبك هذا خدت من عندهم خيزرانة اشترتلي هو هي تحجبت كل ما اروح اجوف حجابها مرة حلو ويكتنلا انا كمان كيري جاب ابوا حجاب قبل اجربوا انا كمان وجابتلي انواع دحينا وريكي كمان العبايات وقولي ليش رايك ايش احلى عباية فيهم هادي ولا اي وحدة فيهم انا عجبتني حباية السودة مرة فيه الوان جايبتلي فجأة كيدة تبغى تلبس حجاب وانتي في البيت بره البيت والبسي اما في البيت ما يحتاج الله بس ماما هذا مرة يجنن عليكي احزن مرة لايق على نوم بشرتك ولا كيف يوم تابعين مو هذا مرة حلو عليها انا حبيت هذا اكتر شي عليها حتى انا مرة عجبني شفتوا عندهم خيزران قلت لها ابغى من هذا الضروري وجابتلي الحمد لله انها حصلت تقول مرة قليل هو بيب دح انا بوريكي العبايات كمان وقولي لي اي عباية فيهم اللي مرة حلوة انا عجبتني العباية السودة وانتي قولي لي العباية السودة او اللي اخد عباية ملونة اوكي يا ماما يلا البس العبايات خليني اشوفها وانا راح اختلك العباية الاحلوة طبعا حتى المتابعين راح يقرروا معانا ويقولوا لنا ايش الاحلوة عليكي العباية السودة او اللي ملونة لا 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 مهم هذي مرة ما يحلو الصراحة ما ادري ما عجبتني احس انها اذا لغيرت الحجاب يمكن لبست الحجاب ابيض اطلع حلو اي وهذي حلوة مرة هذي عجبتني اكتر كمان في غيرها ولا بس هذول دقيقة في ثانية استنيش بتمستعجراب احنا نور لك العباية الثانية اوكي خليني نور لك العباية هذي هذي انا اكتر واحدة عجبتني اصلا اش رايك فيها والله انا مر حجبتني والله يا ماما هذي من جد مرة حلوة وماشا الله ساترة من كل النواحي بس الطرحة حقتك او الحجاب لو تخليه باللون الابيض او الاسود انا افضل ان يكون باللون الاسود لا يزيز وانا عجبني كده عجبني هذي اسم الحجاب كده معها للعباية حسيت انه احلى ام خيزرانا شفتها لابسة زي كده يعني العباية ابطر حقتها الحجاب حقها ملون ولعباية السودة وانا كمان ابغى سوي زيها يعني انت يا ماما تبت تقلدي ام خيزرانا بس مو يعني انت كده من نفسك انا على بالي انت من نفسك بس يا ماما يا ماما ابغى اروح المول ابغى اخد اشياء ضرورية بسم الله ماما ايش بك جالسة بالحجاب في البيت وصق الحجاب في البيت بس لما تخرجي برا البيت تلبس الحجاب يا ماما ليش انتي لابس الحجاب للان ام خيزرانا كل معروح حصل على لابس الحجاب انا كمان قررت ومرأي على عجبني وقررت اني كمان البس حجابي في كل وقت في كل وقت دبسته وانتي مالك دخل قصلا يزيزيو انا حرى بالشيال ينا بسوي ايوا يا ماما انتي حرى بس لكن انا شوف انه الحجاب تلبس بس وقت الخروج من البيت انتي في البيت البسء الابسك العادي لا حبيبتي انتي ما شفت ام خيزرانا وام خالط وام يوسف كلهم يلبسوا الحجاب حقهم في البيت انا تمام قررت اني البس في جابك اذا في البيت اجلس بك اوه الموضوع طلع كبير مرة يا ماما يلا بروح اثير العباية حقته واجه عشان نروح يزيزو فانك يزيزو اي اي اش رايك بالعباية هذه دل مرة قلت بألبس وردي زي شو اسمه اليوم اللي انت سويت لانه هو بالدون الوردي ولقيت هذه العباية والحجاب ولبستهم اش رايك فيه الله يا ماما مرة يجنن صرت باربا محجبة مرة يجنن عليك الحجاب يلا خلينا نروح المول يا ماما عشان لا نتأخر اوكي بس انا نصرت لي ام خيزة عانا بقى تشوف تلبس الوردية ولا روح بالش اسمه باللون الاسود قالت لي ألبس اللون الاسود بس يلا يلا خلاص قلينا نمشي انا وياكي من شاء الله ام زيزو فجأ ايش صار كذا البست الحجاب انت من اول ما تلبس الحجاب بس ام خيزة عانا وانت جاثة من غير حجاب فجأة حجبتي كذا اي والله صح كلامك خالمها اقول لك شفت العبايات اللي في الموم كلها عجبتني والله شكلي بانزور واروح اخدها هذك كلها شفت اللي لونها بيج هادر عنده ام خالد ما عجبتني ابغا اخد زيها اش رايك شفتيه ولا ما شفتيها يا ماما شفتها والله كل العبايات اللي هناك حل ومر يزيزو يزيزو انا طالة دحين رايحة عندهم خيزة رانا والله مسوي يا جمعة وش رايق بالعبايا حقتها هذي حقت اليوم رسلت لهم صورة مرة مدحوني وعجبتهم العبايا مرة حقتها الله يا ماما والله ما شالله عليك مرة تعرف تنسق العبايا مع الحجاب الالوان مرت جميع يا ماما مرة عجبني هذا اللون الصراحة قولي لهم خيزة رانا خليها تجيب لك زي هذي مرة كثيرة مرة عجبتني هذا اللون مرة جاء معاك اكتر ايوة مطقمين انا ومخيزة رانا ومخالي حتى دحن نشوف بدنا نروحها نجيب ليش اسمها مها هذي خالة مها هذي ألقو احن نجيب لها كمان هي كمان تطقم معانا عبايا وحجاب يلا خلاصنا طالع يا زيزو يا الله ماما مرة مؤسرين فيها هذول الحريم والله مؤسرين فيها بشكل مرة كبير هذول الحريم يلبسوا عبايا تلبس وراهم يسوفوا هذا تسوي وراهم يغيروا مجالسهم تغير مجلسها تسوي شيء اللي هم يسووا إذا ما سووا ما تسوي مرة مؤسرين فيها كل الحريم يقلدون بعض ليش كذا حتى انتوا كذلك ولا لا كل الحريم يقلدوا بعضهم ما أدري ليش بس فكرة الحجاب عجبتني مرة رهيبة على ماما وليش رايكم أنا حبيتها مرة بسم الله واني الحجاب يا ماما ليش صار على الحجاب حقك والله يزيز أم خيزرانة وأم خالد رارقيتهم لابسين الحجاب فصخوا الحجاب وأنا كمان فصختوا معاهم وقلت ما أني لابستوا خلاص لما هم يلبسوا وأنا ألبسوا معاهم لير كده ما ألبسوا أها يعني أنت بس يا ماما كنت بتقلديهم يعني بتسوي الشي اللي هم بيسووا إذا لبسوا حجاب تلبسوا إذا ما لبسوا ما تلبسوا هذا هو صح